في عجالة دكتور محمود الأفندي وفي عشر ثوان لأنه لم يعد لدينا مزيد من الوقت سألتك عن أن رئيس بوتين يطلب نزع سلاح أوكرانيا برأيكم هل هذا الشرط مقبول لأي دولة في العالم لها سيادة أن تنزع سلاحها وهو تحدث أيضاً بوتين عن أنه دمر البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فماذا ينتظر بعد ذلك؟ الآن لا يطلب نزع السلاح لأنه الأسلحة الآن نزعت في شكل كامل المفاعلات النهوية كلها تحت سلطات الروس ومعمل يوجماش الصوريق مرسلية أصبح تحت سلطات الروس فالآن ليس هدف نزع السلاح الآن استزاز نزيل فهو كان هدف العملية العسكرية وكان فيه تفاوض قبل انتهاء العملية العسكرية الآن نعمل نزع السلاح على مشاركها فكان هناك طلب نزع السلاح الآن ليس هناك نزع السلاح الآن هو تحييد أوكرانيا أصبح الطلب تحييد أوكرانيا أن نتصمح لحالة لأي دولة أخرى وأكدها الأوروبيين أن سيضمنوا ذلك والآن كما قلت لك بالنهاية المعركة العسكرية شرفت عن النهاية نعم نعم وكيف محاصرة ومصير رئيس زيليسكي أشكرك أشكرك دكتور محمود الأفندي نعم واضح شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الروسي دكتور محمود الأفندي في عجالة دكتور ناصر دوريد بماذا تعلق في نهاية الحلقة هذه الحرب إلى أين تتجه نعم أنا بس أحب أشكر دكتور محمود الأفندي على المحاضرة التاريخية الجميلة لأنه أنت ما قارن تاريخ سابقا فهو الرجل الذي علمنا التاريخ دعني أبس أذكر قضية واحدة النازية هي نظرية قومية عنصرية تستفيد من قوة دولة كبيرة لكي تضرب دول أصغر منها هكذا فعل هتلر في وقته السؤال على من تنطبق هذه الصورة الآن أكثر على أوكرانيا التي فوجئت بهجوم عليها بدون داعي أم على بوتين الذي هجم بإدعاء الوحدة القومية وروسيا فوق الجميع وهي الدولة هذه هذا واحدة اثنين هو يحاول أن يقلل من فداحة الكارثة التي أتمت بالشعب يقول لك أوكرانيا دولة كبيرة أوكرانيا لديها إمكانيات هائلة أوكرانيا إلى آخره لو افترضنا جدا أنه كلام صحيح دولة كبيرة لديها هل أنه دولة كبيرة ولديها إمكانيات هائلة يبرر أنه يهجم صاحبك عليها لمجرد أن يدي نظمها لا لو كانت دولة كبيرة ولديها إمكانيات كبيرة وقادرة أن تسلح صواريخ نهوية كان تجرأ بوتين وهجم عليها بهذا الشكل الغادر ولو كانوا يملكون هذا فعلا ما كانوا قادرين أن يضربون بوتين أخي كفوا مغالطات رحم الأهل أهلك وكف عن أنه نصبح ملكيين أكثر من الملك يعني هو قاعد في موسكو الأخ ينطق وكأنه هو السيد فلادمير بوتين يعني يا أخي شوية بس أهدو يمكن أنا لو متحاور مع السيد فلادمير بوتين كنا وجدنا شوية التواضع أكثر من الأستاذ محمود الأفني وعلى ذلك نحن نشكر على المحاضرات التاريخية الحمد لله عرفنا معنا النازية وعرفنا تاريخه أكراني نعم ونحن نشكرك بدورنا دكتور ناصر دوريد شرفتنا في المنتصف مستشار مركز العراق للدراسات الاستراتيجية كما نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة نلتقي في حلقات أخرى قادمة فيها مع الله